موسيقى سلام ونأمين الله عليكم ورحمة منه وبركاته مشاهدين الكرام أينما تكون هذه حلقة جديدة من برنامج واي نيت هذا البرنامج الذي نصارد فيه أبرز ما تناقله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى أخبار العلوم وجديد التكنولوجيا والبداية كالعادة ستكون من تويتر وأبرز الأحداث والقضايا التي تناقلها الناشطون أولى التغريدات ليومنا هذا تغريد العميد طارق محمد صالح بإسمي وبإسم كل مقاتل كافح حتى التحق بجبهات الكرامة الوطنية والحياة الكريمة لكل يمني نوجه التحية لكل أم وأب وزوجة وأبناء كل شهيد سبقتنا روحه وهو يقاتل الكهنوت الحوثي كل عام وأنتم بخير شهداءكم إخواننا نعاهدكم كما عاهدناهم أن على دربهم ماضون وبهم وبكم وبكل وطننا مؤمنون تحية الجمهورية اليمنية والشعب كل الشعب مؤمن بالقضية وهو أيضا متطلع إلى الحرية هذه الحرية التي أتت نسائمها من الساحل الغربي من المخى مرورا بالخوخة وحتى مطار الحديدة والآن الدريهمي وكل مديريات الحديدة بعد أن أيضا تحرت أجزاء من محافظة تعز كل الشعب يؤمن ويؤمل ويعقد الكثير من الآمال على الجهود التي تبذل هناك وعلى القوات هناك لاستعادة الجمهورية واستعادة أيضا الحرية والديمقراطية والخلاص من هذا المشروع الكهنوتي الرجعي المتخلف وأيضا من مشاريع الوصاية ومشاريع الخلافة سواء الدائرة في فلك إيران والدائرة في فلك تركيا محمد الوديع تعليقا على ذلك ولكن في فيسبوك القائد المغوار طارق عفاش قائد المقاومة الوطنية في جبهة العز والشرف دفاعا عن الجمهورية والثوابت الوطنية فخر كل اليمنيين بمثل هؤلاء نفتخر ونباهي الدنيا ونقول أن ثورة الجمهورية التي أشعلها الزعيم في الثاني من ديسمبر مستمرة هؤلاء هم العفاشيون الحقيقيون الحميريون الذين نثق أنهم رجال الجمهورية المخلصون الأنقياء والذين يعول عليهم هؤلاء هم اليمنيون الجمهوريون الذين شربوا مبادئ الجمهورية ومبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة ولا يمكن أبدا أن يرضوا بالضيم والظلم الذي تمارسه هذه الجماعة طبعا ليلة العيد بالتحديد كانت كان إعلام الحوثي قد بث أو قد قال بأنه يسيطر على الجبلية جنوب التحيطة وكعادته هلل في إعلامه لذلك ناشطون طبعا من حراس الجمهورية نشروا مقطع فيديو على تويتر من داخل الجبلية في جنوب التحيطة يثبت مدى زيف إعلام الحوثي نتابع سويا هذا الفيديو الذي ألتقط صباح يوم العيد نتابع عبد الناصر المملوح معلقا على ما جاء في خطاب سيد الحوثيين وسيد الكهف قائلا عبد الملك الحوثي وبمناسبة العيد قال أن من قدم ابنه للقتال معهم في الساحل الغربي يرتقي إلى مستوى نبي الله إبراهيم ليش ما يقدم ابنه جبريل الحوثيون وخاصة قادة الجماعة منهم في الطبق العليا للجماعة ويديرونها من أعلى أبنائهم ربما الكثير منهم في الخارج يترسون ويتعلمون وأيضا من بقي منهم لديها الآن أصبح من أثرياء العاصمة صنعاء لديها القنوات التلفزيونية وأيضا لديها الفلل في أماكن عدة من العاصمة وحتى لديه أموال أيضا خارج اليمن أصبحوا في بحبوحة من العيش هذا ليس كلامي وليس كلام معارضين الحوثيين هذا كلام أوردته خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم بداية العام 2018 بالتحديد في يناير عندما أصطروا ذلك القرار والتوصية التي رفعوها إلى مجلس الأمن وأسموا الحوثيين ومشرفي الجماعة بالأثرياء الجدد وقالوا أنهم يستفيدون كثيرا من الحرب وحتى من المتاجرة بالمشتقات النفطية بل وقال أن تجار السوق السوداء يتبعون مباشرة عبد الملك الحوثي هذا ليس كلامي هذا بالنص ما أورده خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم وإحاطتهم إلى مجلس الأمن وطبعا وهي لجان وخبراء ليسوا يمنيين ولا حتى عرب محمد أنعم في العاصمة صنعاء وقبل ساعات من العيد تفجرت معركة مسلحة بين قيادات من عصابة الحوثي على تقاسم قرابة عشر مليون ريال نهبوها من أحد التجار سقط تسعة قتلى وعشرة جرحى من عكفة العصابة هؤلاء لن يكسبوا يوما أحب الشعب من هو معهم ربما تحت الضغط وتحت الإقامة الجبرية وما إلى ذلك أما من يقاتل في صفوفهم فهم في أغلب الأحيان شباب مغرر بهم تختطفهم من المدارس تختطفهم بماذا؟ سيقول لك أننا لا نختطف أن تختطفهم بخطف عقولهم بالدورات التي سموها ثقافية وتتقيفية وصناعة الوهم في عقول أولئك وغسل أدمغتهم ثم زجبهم في محارق الموت والأمم المتحدة وتحديدا منظمة اليونسيف كانت قد أصدرت بيانا قالت فيه أن ألفين وأربعمائة طفل بالتحديد تم تجنيدهم جبرا في اليمن رقم مخيف هذا جبرا إضافة إلى عشرات الآلاف من الأطفال التي يتم زجبهم في جبهات القتال صورة أخرى تعبر عن حب اليمنيين للزعيم الراحل الشهيد علي عبدالله صالح خصوصا بعدما ذاقوا الأمرين بعد أن تنازل عن الحكم طواعية وسلم السلطة طواعية إلى أولئك المغامرين من أدخلوا البلاد في ما وصلنا إليه من أزمات وحروب واقتتال كل ذلك ربما جعل اليمنيين يحنوا إلى الماضي أحد تلك الوفاء صورة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حتى على المواقع الإلكترونية خبر وهو أيضا ليمنهين يقومون بالحج عن الزعيم علي عبدالله صالح كما تتابعون هذه الصورة أمامكم هذا الحج عن الزعيم علي عبدالله صالح وأيضا مذيلا ذلك بتاريخ يوم عرفة رحم الله الزعيم علي عبدالله صالح وأيضا الأمين عارف الزوكا وكل الشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن الجمهورية وعن الحرية والديمقراطية الوضع اليوم ربما أصبح مأساوي للغاية في اليمن عاد الأضحى المبارك ولسان حال اليمنيين عيد بأي حال عدت يا عيده عندما يصبح سعر الأضحية خياليا وجنونيا عندما ترتفع كل الأسعار بهذا الشكل فأي عيد ذلك عيسى العزب معلقا على سعر الأضحية بالتحديد قائلا في منشور له طبعا على فيسبوك في اليمن فقط رأس الكبش بثمانين ألف ريال ورأس الآدم ببلاش عيدكم مبارك وكل عهم وأنتم والوطن بألف خير أي خير سيكون مدام هذه العصابات تنهش في هذا الشعب مدام هذا الغلاء الباهض أن يصل سعر الماشية مثلا قيل أن هناك ثور بيع بمليون ريال في أحد الأسواق بتحديدا في محافظة المحويت أيضا هناك أسعار سعر أيضا الخروف يتجاوز ثمانين ألف إلى مئة ألف أيضا أسعار اللحوم أصبحت باهضة أثمن كل هذه الأوضاع هذا كله أيضا مع انقطاع للرواتب مع انقطاع لكل مصادر الدخل لا توجد أعمال هناك بطالة موجودة هناك أيضا انقطاع للرواتب كل هذه تأتي مع ارتفاع السعر إضافة إلى تدهور الريال اليمني مقابل الدولار وهو ما أثر أيضا على أسعار أيضا المواد الغذائية خالد النجدي معلقا على موضوع الأضحية قرار جمهوري رقم عشرين للعام الفين وثمانية عشر نظرا إلى ارتفاع الأسعار وما تقتضيها المصلحة الوطنية ترقى الدجاجة إلى رتبة أضحية ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وأرفق طبعا في تغريدته كما تجاهدون أحد المواطنين يسلخ دجاجة إذن هذا ما أوصلنا إليها المغامرون مغامره 2011 وأيضا 2014 وكل تلك الجماعات الأصولية وجماعة الإسلام السياسي التي خاضت بالبلاد في معترك صعب للغاية وأغرقت المواطن اليمني في كل الهموم التي وصلت إليه إلى هنا نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج وينيت حتى الملتقى في حلقة الغد في أمان الله وحفظه ورعايته أيام وليال سعيدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر